اشتركوا في القناة سيرا على نهج الاباء والاجداد الكرام سطر ابناء الوطن الاوفياء اروع المعاني في الولاء ليترجموا بدمائهم الطاهرة حقيقة ما تحمله قلوبهم تجاه الوطن وابنائه مقدمين ارواحهم فداء لهذه الارض الغالية من اجل ان يبقى الشموخ والامن والامان في مملكة البحرين قصة التخليد والتكريم لكل روح طاهرة ضحت من اجل هذا الوطن بدأت منذ قيام الدولة في عهد المؤسس الاول الى يومنا هذا لتكون شاهدا على من قدم اغلى ما يملك في سبيل الذود عن الوطن وتحقيق الامن والاستقرار وتأكيدا بالفخر الكبير بابناء الوطن الذين جادوا بارواحهم الزكية الطاهرة بسبيل وطنهم بساحة الشرف وميدان البطولة والفداء خلال اداء وجبهم السام المشرف لتظل راية الوطن خفاقة شامخة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يؤكد في كل عام اهمية هذا اليوم الوطني الخاص بالاحتفاء بشهداء الوطن الابرار واهداءهم تكريما رفيعا كتب في انصع صبحات البطولة والمجد حيث يحرص عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على استذكار منجزاتهم واللقاء بابنائهم وذويهم حرصا من جلالته حفظه الله ورعاه لتظل قصص هذه البطولات والتضحيات جزءا اساسيا من ذكرة الوطن الزاخرة بالقصص المشرفة وطن يقف في كل عام وقف تحترام وتقدير ليقدم ثناء كبير لشهداء الواجب الذين بذلوا وارخصوا دماءهم من اجل رفعة وعيزة الوطن الغالي ووقفوا صفا واحدا متعاضدين ومتكاتفين وشكلوا درعا حصينا ضد محاولات الاساءة او المساس بامن الوطن والاضرار بمصالحه ومقدراته حفاظا على سيادة الوطن وحفظ امنه وامان مواطنيه والمقيمين على ارضه الطاهرة كافة شوق العثمان لمركز الاخبار تلفزيون البحرين